يفضل المتعاملون الجزائريون تصدير المنتجات والسلع القابلة للتخزين لمدة طويلة ويتفادون سريعة التلف منها ويبدو أن مدة انتدار سلع في الموانئ لا يزالوا يربكهم فهم لا يفضلون المغامرة صح هناك الكثير من المصدرين لديهم يخرجوا أسمنت سيمال ويخرجوا الحواج لم يفضلونه بالصح لا يخفلهمش بالأكبر potencyel تصدير راهو في الخضرة وفواكه لدينا البلدان يخرجوا من مليار دولار راه مكبار قد زوج ولاية تعجزير حتى 100 مليار 200 مليار 300 مليار دولار غير في الخضرة وفواكه السبعة وثمانية ندروا لها لنباركومون بعد العشرة وعد الحداشة الصباح بعد راهي في فرنسا في المرشيطة بيريز أكبر مرشيطة خضرة وفواكه في العالم لذلك بعد حكاية عن نظام كنا نضموا روحنا بلد ونقدروا ندروا معجزات إذا افترضنا أن مشكلة التسويق تحلت بعد إطلاق الوكالات الوطنية لترقية التجارة الخارجية منصة رقمية لفائدة المتعملين في مسعى لخلق جسر تواصل مع الأسواق الخارجية غير أن ضعف خدمات النقل والشحن وغيابها في كثير من المرات سيقطع الطريق حتما على المصدرين للحصول على أسواق خارجية لدينا مشكلة كبيرة مع اللوجستيك الشركات اللي يخدمون اللوجستيك رهم نقصين بزاف هذي حاجة لولا حاجة ثانية كانين شركات بصحب مدام ما معناش بزاف يطبقوا السومة اللي يحبوها هما درقوا ولا ويشرطوا يهزوا الكونتينير ولا ما يهزوا مش على حساب قوصتهم على حساب وش يحبوهما ونمدابية يكونوا شركات تحشحن يكونوا لوحدة متوفرين باش هكاك بحالة لكونكيروس ولا تندير الجزائر بإمكانياتها الضخمة بإمكانها الوصول إلى رقم صعب تدره عملية تصدير مواردها خارج المحروقات غير أن ضعف الخدمات اللوجستية عطلت على البلاد توفير ملايير الدولارات للخزنات العمومية هو الأمر الذي يحتاج إلى حلول استعجالية على غرار توفير خدمات النقل من أجل إعادة أنفاس التقى للمصدر الجزائري شكرا للمشاهدة